خليدي أخذ معنا على تليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أهلا بحضرتك يا دكتور طارق أهلا بسياد تنقى أهلا بسياد تنقى دكتور طارق يمكن محتاج من حضرتك ما بين مش التعليق لكن ما بين التعليق والتحليل لإسقاط 45 طن من المساعدات الإنسانية جوا عبر القوات المصرية حتى تصل المساعدات إلى غزة واضح جدا من هذه العملية أنه حتى إيصال المساعدات أصبح فيه شكل من أشكال استحالة هو طبعا هي خطوة مصرية مباشرة طبعا إحنا قمنا بيها نتيجة للتعنص الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية في دخول على الأرض من نسبة للمعبر لأنه طبعا عملات التفتيش والمتابعة وعملية الرفض لتحال الشاحنات بصورة كبيرة وتكدسها فكان القرار المصري بإسقاط هذه المساعدات لأهلين لأن لا يمكن أن تطرق مصر الشعب الفلسوني بهذه الصورة مصر بطبيعة الحال تتحرك كما أشرت حضرتك بمفردها لإدخال هذه المساعدات بالصورة اللي كان مفترض أن تتم تحت سمع وبصر العالم لكن العالم جائر ربما باعتبارات متعلقة بإدارة المواجهة في قطاع غزة وفي الإقليم القوة سيادة النائبة التي تحكم مصار ما سيجري في الإقليم وستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل تبعات ما سيجري يعني لا تصدق أن الوضع سيستمر بهذه الصورة الأمم المتحدة وقفت عاجزة وأمنها العام شيطانته إسرائيل وقامت بعمليات تكفيف منابع التعامل سواء بالنسبة للمساعدات بالنسبة للتعامل مع الأمم المتحدة بالنسبة لرفض أي تعليقات دولية طبعا وانتهى حكم محكمة العدل الدولية أمس المرافعات 6-6 في الأيام قدمت فيها إسرائيل يعني عرض وشوء إعلامي ربما طبعا ما در يعني سيحتاج لبعض الوقت والتعليق عليه قبل صدور الحكم الغير ملزم لكن نحن الآن أمام يعني مرحلة خطيرة في تاريخ إسراء العرب ليس فقط متعلقة بقطاع غزة ولكن في النظر إلى مجمل الملف الفلسطيني وقضية الصراع ومستقبله بصورة أخرى لأنه كان من المفترض أن تتم كل المراجعات وفق قرارات الشرعية الدولية والقرارات الحاكمة لتاريخ الصراع وغيره وأن نبدأ خطوة هي طبعا الرؤية أنا في تقبيري مع الاحترام والتقبير لكل الرؤى التي طرحت منذ بداية الأدوان كانت رؤى جزئية فيها أفكار وفيها مبادرات لكن بقية الرؤية المصرية الشت النائب هي الرؤية الأشمل يعني مصر منذ عدة أشهر طرحت المقربة السلسية والمراحل الثلاث كل مرحلة بخطوات إجرائية تنفيذية كاملة للوصول إلى الهدف وهو إعلان حل الدولتين وترح هذا الأمر الجانب الأوروبي كما تعلم اكتبت بعض الأفكار المصرية وترح مبادرة عشر نقاط البريطانيين ترحوا خمسة نقاط كل دا من الأفكار المصرية وتحرك مصر وتحرك يعني متعدد المصرات ما بين الدبلوماسي ما بين الإنساني ما بين الأمني ما بين العسكري في إجراءات كثيرة جدا اتخذتها القاهرة في هذا الإطار لأنه في مسئولية كبيرة تتحملها مصر مسئولية جزء منها أخلاقية وجزء منها هي دي أخلاقات السياسة الخارجية المصرية يعني يجب أن نتذكر هذا دي أخلاقات السياسة الخارجية المصرية وأخلاقات الدولة المصرية والتزامنا تجاه الأشقاء الفلسطينيين لأنه جزء مما يجري هو بطبيعة الحال أننا أمام عالم لن يعطي وينصف الحق الفلسطيني لأنه طبعا هذا الأمر سيحتاج إلى إرادة دولية والإرادة الدولية غائبة يعني اسمح لي أن أقول نحن أمام غابة سياسية فهذه الغابة سياسية ليست في مجلس الأمن بالنسبة وما دار طبعا نحن لسنا في انتظار قرار بوقف إطلاق النار مع إدارة أمريكية جائرة وسنختار ما بين السيء والأسوأ يعني نحن في انتظار إذا جاء الرئيس الصابق ترامب فنحن سنختار هنا ما بين السيء والأسوأ فالتعويل على أنه فيه تغيير في نمط التوجه الدولي يعني أعتقد سيكون رهان خاصر وبالتالي هنا المشكلة ستتعلق بتفتيك عناصر الأزمة ماذا تريد هذه الحكومة الإسرائيلية وكيف ستجر الإقليم بأكمله إلى السرعات أنا بتأديري أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الإقليم وسوف تحاول أن توقف إطلاق النار فيما تبقى من عمرها إلا إذا تجررت المصالح الأمريكية للخطف في الإقليم طبعا هتقولي حضرتك الميليشيات تتحدث وربما الميليشيات الحوسية وتهديدها لأمنى البحر الأحمر والمضيق بعد المندب وغيره والفصائل في العراق وفي سوريا وفي غيره لن تتحرك الإدارة الأمريكية إلا إذا بالفعل تجررت مصالحها الحقيقية في الإقليم لأن ما تكون به الآن هو مجرد تسجيل موقف ليس أكثر ولا تصدق أنه درباتها في العراق وفي اليمن دربات مؤثرة أو موجعة لأنه بطبيعة الحال لا توجد خسائر حقيقية لكن وطبعا هنا حدث ولا حرج على العلاقة الأمريكية الإيرانية لأنه في النهاية الإيرانيين يتحركون بمخطط واضح من استخدام الوكالاء الإقليميين وبالتالي أنا أعتقد أنه استدعاء الأطراف الدولية قد يكون مهم يعني الحركة العربية والإسلامية تجاه الأقطاب الآخرين مهمة تجاه السين تجاه فرنسا تجاه أيضا روسيا كل هذا الأمر يجعلك تتحرك فيه دوائر عديدة وأنه العالم ليس الولايات المتحدة البعض يظن أن الولايات المتحدة هي الأساس لكن نحن في عالم بالفعل عالم متعدد الأقطاب لكن يريد أن نستثمر هذا داخلين يا دكتور يمكن أفكر مع حضرتك بصوت عالي إذا أزنت لي الصين لن تتحرك من وجهة نظري الصين شريك تجاري واقتصادي ولا تدخل في نزاعات عسكرية يمكن بالكتير ممكن تدلب بعض الأراء سياسيا حتى وإن كانت معلنة ده من ناحية روسيا كما نعلم جميعا لديها حربها مع أوكرانيا فالوضع متأزم في الجانب الروسي وهنا يجي السؤال وعلى سبيل المثال ألمانيا لن تحرك ساكن لأنهم يتعاملون بمنطق اللي على رأسه بضحة فهم خايفين من وقت الحرب العالمية التانية ومش هيقربوا من إسرائيل بحال من الأحوال بل تكاد تكون تصريحاتهم تصريحات قريبة يعني يبقى لنا فرنسا هل فرنسا قادرة على أنها تساعدنا في دعم أوروبي بخاص بهذه القضية يعني أنا متفق مع حضرتك تماما سياسة النام لكن نحن لا نستدعي حليف بحليف أو لا نستبدل حليف بحليف في صحة تعديث لكن لديك مشكلة حقيقية في أن هذه الأطراف تقدم خطوة عود خطوات نتيجة للتعامل مع إسرائيل بصورة أو بأخرى يعني الجانب أبطيني مكتفي بالمقربة محدودة وفق المصالحة والروس أيضا منشغلين في المسألة الأوكرانية لكن فرنسا بمصردها لن تستطيع أن تفعل شيء فرنسا قامت من قبل طبعا كما تعلم بمؤتمر باريسي سلام الشرق الأوسط وخربته إسرائيل والولايات المتحدة عطلت أليه فرنسا طبعا الألمان أعتقد أنهم لن يغيروا مواقفهم نحن هنا شات النائب لا نبحث عن حليف قوي إنما تبحث عن مصالحك السياسية والاستراتيجية وبالتالي بحثك كدول عربية يجب أن يتم العمل جماعي في إطار عمل عربي وإسلامي يعني حينما سافر الوفد العرب الإسلامي إلى هذه العواصم كلها بما فيها الولايات المتحدة ونقل الصورة كانت هناك نقطة مهمة لكن لابد الآن من أن نصارح أنفسنا هل تريد أن تتعامل مع إسرائيل وتستوعبها في الأقليل بشروطنا أم بشروطهم هذه نقطة مهمة يعني إذا كنا سنتعامل مع إسرائيل وفق مقربة جديدة شرق أوسطية في إطار عربي يبقى لابد أنها أقدم شروط كبولها وشروط كبولها معلومة نحن الذين قدمنا شيكا على بيض الإسرائيل في الفترة الماضية حينما قبلت بعض الدول مع عقد السلام معها وقدمت مشروعات أمن وتعاون إقليمي واقتصادي وسياسي وخيرها لكن وطبعا نحن من يعني لكي لا يقول أحد أن مصر هي أول ما بدأت مصر بدأت عملية السلام والأشقاء في الأردن لكن كان هناك مشروع سلام وتسوية ومواجهات كثيرة ومصر هي مصر والأردن أيضا كان لها دور مع التقطير للتجربة الأردنية اليوم مطلوب أن ننزع شرائط إسرائيل في المحافظة التوجهية من الكلام العام النظري إلى الكلام الواقعي أن إسرائيل اليوم حينما تمثل أمام يعني أمام العالم في قضية معينة قضية محكمة العالم الدولية بعد 5 سنة من قيمها هذا أمر مهم وبالتالي الدول العربية عليها أن تضع آلية استراتيجية تحت مظلة الجامعة العربية والدول العربية الرئيسة لبداية حملة دولية لنزع شرائط إسرائيل في المحافظة الدولية ده يهم إسرائيل قوي عايزة أشير لنقطة سيادة النائب إن إسرائيل كانت في حالة فزع وهلع طوال أسبوع كامل وهي أمام القضاء الدولي أو قضاء المحكمة العدل الدولي لأنها لأول مرة تشعر أنها دولة منبوزة أو أنها دولة تمارس أعمال إرهابية بصورة كبيرة تحت سمع وبصر العالم سأشير لنقطة قبلها تكون دلالة نمزية أمس في ختمة ست أيام يا ست النائب عملت إسرائيل تجربة لإسقاط بعض المساعدات وتصديم بعض المنح قبل أن تغلق المحكمة نصوص الدفعات والبراهيم أمامها هذا معناه أنه هناك خوف في إسرائيل أنها تبدأ الدول العربية هذا المصار وربما لإصطلعنا على المصادر الإسرائيلية الداخلية نشعر بهذا وندرك أن إسرائيل الآن تتخوف من رب الفعل العالمي والدولي وبالتالي عليك أن تتحرك وتستثمر به لا تكتفي بما يتم في محكمة العدل إسرائيل في ظني وصححني برضو لأنا غلطان يا دكتور إسرائيل في ظني الأول مرة في تاريخها تخسر قضية رأي عام يعني سيبنا من الحكومات قضية رأي عام قضية شعوب قضية مجتمعات لأول مرة تقف مدانة أمام المجتمعات والشعوب وبهذا الحجم يعني أنه يبقى فيه مظاهرات مستمرة تحافظ على الزخم بتاعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تندد بالوحشية الإسرائيلية إسرائيل عمرها ما شافت ده لدرجة أنه أستشعر أنه المرافعة اللي قدمتها مصر على لسان المستشارة ياسمين موسى أعتقد أنها برجلت الحسابات الإسرائيلي شوية والحسابات الأمريكاني شوية وبالتالي بيزيدوا من تعنتهم فهنا يجي بعض التصحيح سؤال إيه هي المصالح الأمريكية التي إن هددت أمريكا تعمل للخلف دور مصالح عسكرية واستراتيجية في الإقليم ومراكعة الدول العربية لمضمون ومنظومة العلاقات مع الإمارة في الولايات المتحدة وليس مع إدارة واحدة بمعنى أن الوجود الأمريكي في الإقليم ليس فقط قواعد عسكرية وترتبات عسكرية وغيره لكن هو بطبيعة الحال إذا هدد الأمن القوم الأمريكي الموجود مع مناطق التماس في منطقة الشرق الأوسط هنا الآن جانب الأمريكي تتحرك الولايات المتحدة لماذا تحركت حضرتك بسرعة بعد أن تم استهداف قاعدة تنابع الحدود الأردنية السورية بعد أن تم قتل سلاسة بين جنودها وبالتالي الولايات المتحدة لن تتحرك إلا إذا تضررت مصالحها طبعا هناك تجازل كبير في الكونجرس هناك مصالح هناك انتخابات مقبلة هناك شعبية رئيس انخفضت بصورة كبيرة في متغيرات كبيرة في الولايات المتحدة لكن لا نريد أن نعول عليها لأن دي في النهاية الشأن الداخلي حتى الكلاهات العربية والإسلامية التي هددت دي عدم إعطاء صدفة في البوتينج تعمل التصويت للرئيس الأمريكي جو بايدن تبقى فيه ترى لأنها طبعا ليست مؤثرة بالصورة الكبيرة أمام طبعا توجهات إباة كبرى من منظمات اليعوبية كما تعلم إذن نحن أمام خيار أنا أعتقد أستاذ يوسف بالفعل إذا بدأنا وهو نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية إسرائيل قعدت سيادة النائب 75 سنة تبحث عن شرعيتها لكن حتى هذه الشرعية أصبحت غير معلومة أنت وأنا لا نعرف ما هي عاصمة إسرائيل فالرأي العام الدولي والجمهور الدولي يقول هل هي هل هي تل أبيب ولا هي القدس مجتمع من الداخل يعاني من أزمة القسام كبيرة اليوم إسرائيل بالفعل أستاذ يوسف في حالة فزع مجتمع يحتاج إلى تأهين نفسي هناك مجتمع في حالة جعر كاملة دولة مزعورة الآن تبحث عن حضورها وبالتالي ما تشاهده الآن ليس أمامهم سوى استخدام القوة ليس أمامهم سوى الاستمرار في المخطط للنهاية إسرائيل ليست نتنياهو بالمناسبة ستناية مقرم الحرب الذين يأخذون هذه المواجهة كل أسماءهم معلومة لنا وكلهم يتعامل معهم المجتمع الدولي كإرهابيين وفيه مذكرات توقيف للعديد منهم من قادرة الحروب السابقة وفيه منهم ستة في الحكومة مطلوبين في مذكرات توقيف في المحكمة الكينائية بالتالي حضرتك بتتكلم على مجموعة إرهابيين يديروا هذا الكيان هذا الكيان الذي أنشئ بنص قرار 181 استدر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض دولة يهودية ودولة عربية إسرائيل الآن لا يمكن أنها تقف أمام القرارات الدولية لأنه هناك قرار أنشأ هذا الكيان نفسه وبالتالي نحن أمام واقع يتشكل بالفعل علينا أن نستثمر حالة الداخل في إسرائيل هناك بالفعل مجتمع يعاني من أزمات حقيقية ولا يملو خيارات وبدائل كثيرة والمجتمع في حال التأزم اقتصادي وسياسي وفيه مشاكل طبعا متعلقة بالانقسام الداخلي وبالتالي وحتى رؤية الأحزاب واليمين الإسرائيلي وغيره لكن في النهاية هم ليس أمامهم بدير سوى الاستمرار في تبني خيار القوة نحن أمامنا فرصة على المستوى العربي وعلى المستوى المصري لممارس الدور داخل المجتمع الإسرائيلي وتكريس فكرة انقسام الداخلي المجتمع المهاردة ما بقاش حضرتك تصديمه وشكنازي وعلماني ومتدين وحريدي وقول لي هذا كلام خلاص انتهى المجتمع كله أصبح مجتمع إرهابي وبالتالي حضرتك المهاردة لازم تقف أمام هذه النقطة زي ما قلت لحضرتك ربما استهداف مصر لأنه مصر هي من وقفت أمام محكمة العدل الدولية بالفعل في مرافعة المذكرة كانت 56 صفحة باللغة الإنجليزية موسقة بالكلمة بالواقع بالتاريخ يعني كاملة وبالتالي هي ليست إدانة لكنها توصيق كامل لمقامة دي مصر وأنا أعتقد أنه هذا الموقف هو من أبرز إجرام إسرائيل في الإقليم 75 عاما من الممارسات الإجرامية في الإقليم بكل سواء على نفس ذات الصعيد دكتور طاري هل خلال الفترة المقبلة نشهد هدنة الناس كلها بتسأل طبعا يعني أنا مش حافظ قدام تسحط الرئيس الأمريكي اللي قالها النهاردة أنه الهدنة هتبقى يوم لاتنين القادم أو غيره طبعا الرئيس الأمريكي يحتاج أيضا إلى علاج طبعا أنت أمام حالة تأزم أمريكي داخلي وهزيان سياسي أمريكي ودولة محردة لا أتوقع خيرا من الإدارة الأمريكية لكن جهود الوسطاء الكانب المصري بيأبزل مجهودات كبيرة ومجهودات جبارة بالمناسبة لا يتحملها بشر من سخافات إسرائيلية متعددة برغم الزيارات واللقاءات والدخول في تفاصيل وغيره إنما طبعا فيه تفاؤل كبير بأنه قد يتم هذا الأمر إذا قبل الترفين يعني إذا سكلت إرادة بين الترفين حماس قدمت طبعا بعض التنازلات وإسرائيل قدمت التنازلات طبعا فيه تفاصيل كثيرة متعلقة بالنسب بتاعة الأسرة من 1 إلى 10 نتكلم في الإطار الزمني نتكلم على الأسرة الذين سيخرجون عددهم الإطار الزمني مدة 40 يوم سبعة أيام بعدها إجراءات بناء ثقة متعلقة بعودة بعض الأسر والعائلات إلى مناطق الشمال فيه تفاصيل كثيرة أعانى الله المفاوض المصري في هذا يعني بصورة كبيرة تحملنا كثيرا لكن هذا هو قبر الدولة المصرية حنفضل ندعم الأشقاء الفلسطينيين الشعب الفلسطيني بالأساس هذا قبر الدولة المصرية مؤسسة وأجزتها الكبيرة اللي وقفة سنة مداعم ولولا مصر أستاذ يوز السيد النائب أنت تعلم كان تم تصويت القبيلة من زمان وهو قدر قدر نفخر به والله يا دكتور أشكرك جدا يا دكتور طارق أشكرك جدا 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 دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية هو فعلا قدر نفخر به